لو انتم من الناس اللي ما بتعرفوش تفتحوا عينكو الصبح اللي ما تشربوا كباية قهوة او شاي الفيديو ده عشانكم في الفيديو ده هقولوكو على مشروب بشراو مو بقالي حوالي 6 اسابيع كل يوم الصبح على الريء والفوايد اللي شفتها منه رهيبة جدا مش بس بيديكو طاقة هيحسن البشرة هيديكو مناعة اكتر هيديكو قدرة اعلى على حرق الدهون وفوايد تانية كتير جدا لو انتم حابين تعرفو خليكم معايا للاخر ازايكم يا رب ان شاء الله اكونوا بالف خير انا افراح حمدي خابرة التجميل الطبيعي والعافية يلا بنا نخش في الموضوع على طول ده المشروب اللي انا بكلمكو عنه النهاردة المشروب ده هو اللي خلاني احس فعلا ان انا مش لازم خالص ان اول حاجة اشربها الصبح تكون قهوة عشان انا بحب اشرب قهوة الصبح عشان اقدر افتح عيني واحس ان انا عندي تركيز او القدرة على انجاز اي شيء المطلوب مني لمدة ساعات دلوقتي بقى هندخل على المكونات وفوادها وطريقة التحضير وازاي انا باشربه بشكل يوم اول حاجة هنحتاجها هي الكوركم انا باستخدم الكوركم الفرش او الكوركم الطبيعي في الوصفة دي لو انتوا عايزين تستخدموا الكوركم معمول من البودر تقدروا طبعا بس اهم حاجة اتاكدوا من مصدر الكوركم انه ما يكونش مخلوط بالوان او باي حاجة مش طبيعية عشان طبعا تستفيدوا منه اكبر استفادة طبعا الكوركم معروف ان هو مضاد للاكسادة وفي مادة الكوركمين المضادة للالتهاب والمضادة لعلامات الشيخوخة وبيفيد الجسم جدا والكوركم من الحاجات اللي هي تعتبر سوبر فود يعنيه اكل بيمد الجسم فوايد رهيبة جدا مفيد جدا جدا للجسم للمناعة مفيد للشعر مفيد للبشرة لو شربتوه او حتى استخدموا شكل موضيعي على البشرة بس طبعا في الوصفة دي هم نتكلم عن حاجة مشروب انتو بتشربوه بيدي الجسم كل فوايد وبالتالي بينعاكس على صحة البشرة والشعر والصحة بشكل عام كمان الكوركم معروف ان هو بيفيد جدا لوظايف المخ يعني بيحسن الزاكرة بيحسن التركيز بيحسن العملات الوظيفية للمخ وبالتالي بينفع لأي انسان سواء انتو مثلا بتدرسو بتشتغلو قاعدين في البيت اي حاجة انتو وظايف محتاجة مخ محتاجة تفكير هتحسوا بتحسنها مع الاستمرارية على هذا المشروب طبعا من الكدرات اللي معروفة جدا عن الكوركم ان هو كمان بيزود قدرة الجسم على حرق الدهون تخيلوا لما انتو تصحوا الصبح تشربوا اول حاجة الصبح على الريق حاجة فيها كوركم يعني الجسم بيبدأ بطريقة صح جدا وبيخلي الهضم الحرق كل حاجة تبقى اقوى مرات عن الطبيعي اللي انتو ما كنتوش بتعملو قبل كده تاني عنصر هنستخدمه النهاردة وهو عنصر الجنزبيل في الوصفة دي انا باستخدم الجنزبيل الفرش لو انتو مش متوفر عندكم الجنزبيل الفرش تقدروا تستخدمه برضو جنزبيل بودر بس برضو يكون حاجة موصوك فيها عشان تضمنوا ان انتو بتحصلوا على الفوائد الاساسية بتاعت الجنزبيل الجنزبيل من اكتر الحاجات المشهورة جدا ان هو بيحسن عملية الهضم حرق الدهون مضاد للالتهاب مضاد للبكتيريا ومفيد جدا جدا لتسريع الدورة الدموية واعطاقكو الطاقة والحيوية والاشراقة كده على الصبح هتبقوا حاسين انتو يعني حاجة كده رهيبة كده تالت حاجة هنحتاجها النهاردة وهي برتقاناية صغيرة جدا لان احنا كل اللي محتاجينه منها وشوية فيتامين سي ومضادات للأكسادة وشوية سكر طبيعي يحسن الطعم بتاع المشروب ده ويديكو كده شعور فرش كده وجميل الصبح وانتو بتشعون المشروب ده وتستمتعوا باخد انا كل الحاجات دي بعد ما بحضرها باضربها في الخلاط مع كوباية مية صغيرة ساقة عشان طبعا تضرب لكل العناصر دي مع بعضها وبعد كده باجيب مصفة وطبق كده غويت ولا اي حاجة تنفع عندكم وبسيب الخليط ده يتصفى براحته خالص خمس دقايق عشر دقايق براحته تماما لحد ما ينزل اخر نقطة وبعد كده باجيب شوية تالج وباجيب كوباية اللي انا هشرف فيها وبعد كده بحط التالج وبصب عليها الخليط ده وبعد كده ممكن ازود شوية مية لو انتم عاوزين ممكن تزوده تالج اكتر زي ما انا عملت كده بالزبط بحط تالج باكبر كمية ممكنة بحيث ان هو يفضل كده سائع وافضل اشرف فيه سنة سنة ويبقى ديتلي جسمي الصبح كمية مية وسوايل كبيرة جدا وفي نفس الوقت ما حستش بالطعم الجامد بتاع المشروب وخدت وقت براحتي وما حستش باي مشكلة ان انا اشربه بدون اضافة اي سكر او عسل او اي حاجة من دي لان انا مش عاوزة ازود عن كمية السكر الموجود او الفلكتوز الموجود الطبيعي جوه فاكهة البرتقون انا بشرب المشروب ده الصبح بدري هو لقيت ان هو احسن وقت دي الصبح بدري احيانا بالليل لو انا مثلا مكلتش او وجعانة بس الوقت متاخر عدية الساعة تمانية وحاسة ان انا مش عايزة اكل وعايزة فعلا اخد حاجة تديني كده فرش كده وشعور كده جميل وفي نفس الوقت تديني فواية كبيرة جدا لجسمي ممكن ان انا اشربه كمان بالليل لكن انا انصح ان انتوا لو عايزين تثبتوا المشروب ده مش يثبت بالليلي يثبت الصبح ده الاساسي لانه احنا لو بدأنا يومنا بطريقة صح وبدأنا يومنا بطريقة فرش وبطريقة فيها تركيز وبطريقة فيها حيوية وبطريقة ان انتوا اول حاجة بتدخل معدتكو حاجة قوية كلها مضادات للاجسادة مضادات الالتهاب حاجات مفيدة جدا للجسم بتسرع الحرق بتحسن الهضم هتبدأوا بالطريقة الصح وهتلاقوا يومكو كله ان شاء الله ماشي بطريقة جميلة وظريفة طبعا المشروب اللي زي كده او اي حاجة لما يكون بنعمل حاجة روتين جديد زي كده او مثلا عاوزين ناخد حاجة عشان نحسن حاجة في حياتنا مش هتوقع منكم ان انتوا تشربو تلتومية خمسة وستين يوم في السنة انا شخصيا ما بشربوش سبعة ايام في الاسبوع عادة بشربو خمس ايام في الاسبوع اللي هي بتكون ايام الشغل افضل حاجة لما يكون حد بيطبق روتين جديد دايما بنصحهم ان هما يخلوا الروتين ده على اقل خمس ايام في الاسبوع عشان يشوفوا نتايج بجد ويحسوا بالتغيير الحقيقي فإقدروا ما يحكموا بنفسهم اكمل ولا الموضوع ده مش نافع معايا طبعا يا جماعة كالعادة في اه يعني اكسبشنز او في يعني ناس المفروض ان هما ما يشربوش المشروب ده لو هما عندهم مشاكل في المعدة وخاصة موضوع الجنزبيل الجنزبيل وكمان البرتقال ممكن يكون من الحاجات اللي ممكن توزعج الناس اللي معدتها حساسة ومبيستحملوش الحاجات دي على الصبح فانصحهم في الحالة دي ان هما يجربوا يشربوا بالليل بعد واجبا مسلا بساعتين ويشوفوا الدنيا هتبقى ماشي معاه ازاي لو الموضوع اوكي خليهم يشربوا بالليل مرة واحدة الى ان يتعودوا عليه او يشوفوا ازا يقدروا ان هما كمان ياخدوا الصبح على الريق لان هو حلوته ان يكون على الريق طبعا بعد ما يخلص الفيديو ده هتظهر لكم بعض الفيديوهات المقترحة اللي انا بقترحها ان انتو تشوفوه عشان تستفدوا اكتر وتعارفوا معلومات اكتر عن العناية بذاتكو داخليا وخارجيا لو الفيديو عجبكو هاتو شاكوز زي ده كده واضربوا لايك وطبعا لو انتو حابين تشوف فيديوهاتي بعد كده في المستقبل اعملوا اشتراك او فولو ولو عندكو اي اسئلة ياريت تكتبوها في التعليقات وطبعا لو عايزين تشوفو فيديوهاتي بالمستقبل اعملوا اشتراك او فولو وان شاء الله اشوفكو المرة الجاية على خير باي باي